اجازات بتصل ل 14 يوم متتالية في شهر يونيو الموظفون يتمتعون بأطول اجازات على الاطلاق هذا العام لعام 2024 فما تفاصيل هذه الاجازات وايضا موعد عيد الاطحى المباركة التفاصيل كاملة نستعرضها لحضرتكم من خلال تغطيتنا الآن الحياة انه بيستعد موظف الحكومة والقطاع العام والخاص في مصر للاستمتاع بأطول فترة اجازة مدفوعة الاجر خلال العام الجاري وذلك في شهرين مايو ويونيو حيث تصل مدة الاجازات الى 14 يوما متصلا وذلك بفضل تصادف العطلات الرسمية مع العطلات الاصبوعية وقبل موعد اجازة عيد الاطحى المباركة بدأ شهر مايو بأربعة ايام اجازة مدفوعة الاجر تبدأ بيوم الاربعاء 1 مايو حيث تم ترحيل هذه الاجازة الاجازة اليوم 5 مايو لا تمنح الموظفين عطلة ممتدة الى اربعة ايام تبدأ الجمعة وحتى يوم الاثنين اجازة شم المسيما ومن جانبه اصدر معمل ابحاف الشمس بالمعهد القومي للبحوثة الفلكية والجيوفيزيقية بيانا يوضح موعد اجازة عيد الاطحى المبارك لعام 1445 هجريا وفقا للحسابات الفلكية الضقيقة التي اجراها المعمل ويتمتع ايضا الموظفون في العام الجاري الحالي عام 2024 باطول اجازات على الاطلاق حيث تصل اجازة عيد الاطحى المبارك الى 9 ايام متصلة وهذه الايام تبدأ من يوم الجمعة 14 يونيو وحتى يوم السبت 22 يونيو لعام 2024 وبناء على الحسابات الفلكية تكون بداية شهر ديئة الحجة فلكيا يوم الجمعة 7-6 الموافق 7-6 لعام 2024 وبالتالي يوم السبت قبل 16 يونيو وقفت عرفات ويوم الاحد 16 يونيو اول ايام عيد الاطحى اما عند الاجازات المقرر الحصول عليها في شهر يوليو فتصل الى التسعة ايام المتتالية كما وضحنا وهي يوم الجمعة 14 يونيو عطلة اسبوعية وبالطبع يوم السبت 15 يونيو وقفت عيد الاطحى اما عن يوم الاحد 19 يونيو هو اول ايام عيد الاطحى ويوم الاثنين 17 يونيو ثاني ايام عيد الاطحى ايضا يوم الثلاثاء 18 يونيو ثالث ايام عيد الاطحى يوم الاربعاء 19 يونيو رابع ايام عيد الاطحى أيضا يوم الخميس 20 يونيو هو تعويض عن وقفة عيدة الأضحى كما وضحنا أنه يوم السبت أما عن يوم الجمعة 21 يونيو عطلة أصبعية أيضا يوم السبت 22 يونيو هو أيضا عطلة أصبعية وأخيرا من المتوقعة أن يتم تبكير إجازة 30 يونيو من يوم السبت إلى يوم الخميس الموافق 28 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو إذا يتصادف الاحتفال بذكرى الصورة ليوم 30 يونيو مع يوم السبت هو عطلة أصبعية للعاملين وهذه عطلة أصبعية للعاملين بالحكومة وأيضا القطاع الخاصة إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية تخطيطنا نشكركم على طيب المتابعة كنت معكم مالك ريان شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر